قبيل أيام ما دودا من موعد الدخول للمدرسي برسم السنة الدراسية 2023-2024 تشهر المكتبات ومحلات الأدوات المدرسية بشلف تخفضا في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية يتزمن ذلك مع تشجيع الأدوات المحلية الصنع بخصوص الأثمان هناك المحفظ التي كانت العملي فتسقى من أقول مثل 3000 دينار العام هذا تسقى من 2500 دينار 2000 و300 دينار على أقصى تقدير بجميع مستمزماتها الأدوات المتوفرة كانت سلعة اللي هبطت في السعر كانت سلعة اللي هبطت في السعر ومثلاً كروسو موضو في الكرطاب كونبلي يكون نقص هذا العشرين في المياه ولا برابور للبريث العملية فت مصالح التجارة من جهتها رفقت التجارة في عملية أنسانة هذا النشاط وخلق الوفرة من أجل تنظيم أسواق تجارية تكسر بها أسعار المضاربين التي تلهب السوق مع بداية كل سنة دراسية إضافة إلى مراقبة الأدوات التي يشتبه في كونها مصردنا ولا تتناسب مع المعايير المطلوبة العملية استباقية للدخول المدرسي وفي إطار تحذير للدخول المدرسي هي عمليات أعوال مدير التجارة قوم بعملية مراقبية الأدوات المدرسية بجميع أنواحها الملاحظة في السوق هذه السنة توفر مجموعة من المواد وخاصة المنتوج المحلي اللي يتوفر بدخل بقوة هذه السنة للسوق يعني ومن خلال المراقبة التعامل كذلك تأكد المديرية التجارة على مطابقة المواد المدرسية اللي راحين يستعملوها أبنائنا في المدارس التحامل من حيث المطابقة التحامل من حيث احترامها المواصفات القانونية زيادة على هذا الشيء مديرية التجارة تعتزم القيام بمعرض الأدوات المدرسية وين يكون البيع من تجار الجملة مباشرة إلى المسالكين وين كذلك رايح أن نحاول أن نوفر أسعار أقل من الأسعار المدولة في السوق هذا وقد أكد ثلاثون متعاملا في نشاط بيع الجملة للأدوات المدرسية وشاركتهم في تنشيط المعرض التجاري المزمع انطلاقه خلال الأيام القاللة المقبلة بعاصمة الولاية الشلف